إلقاء اللوم على الآخرين من السهل جدا أن يشعرنا بأننا مبرؤون من المسؤولية ولكن سؤالي هو ماذا سيصنع ذلك لنا الآن انسوا أنكم في مجتمع انسوا تماما أنكم محاطون بمجموعة من البشر وتخيلوا ولو للحظة أنكم تعيشون بمفردكم وأنكم واقعون فيما أنتم واقعون فيه اليوم من مأزق أو من مشكلة أو من ضرر يحل بكم ماذا أنتم فاعلون ماذا سيفعل الفرد منا لو أنه تخيل ذلك كيف سيكون السلوكه حيال هذه المشكلات هل سيبدأ بالقاء اللوم على الآخرين لا أحد من حوله إذن ما الذي سيفعل أتوقع أن أول ما سيفعل هذا الإنسان هو المبادرة أن يبادر بإخراج نفسه من ذلك المأزق الآن لنعب بمخيلاتنا مرة أخرى ونرجع إلى الواقع ونحن محاطون بالبشر من حولنا كما نحن الآن هل من مانع أن نبادر كما بادرنا في عالمنا الخيالي ذاك ما الذي يمنعنا من المبادرة ما الذي يمنعنا أن ننظر إلى أنفسنا أننا نملك الحل إخواني أخواتي للأسف أن بعض الشباب اليوم لا ينتظر لا يعني لا يبادر بإيجاد الحل لأي مشكلة هو فيها وإنما يقول سبب المشكلة التي نحن فيها الحكومة وسبب المشكلة التي نحن فيها فلان وفلان وفلان من علية القوم الوزير الفلاني سيد الفلاني هذا الفلاني ذاك الفلاني وهذا هو مسلك بعض الشباب هل هؤلاء قادرون على تغيير واقعهم لن يتغير شيء من واقعهم أبدا ولئن كان هو مصيبا فيما يقول أن فلان هو السبب إذن هل هو أيضا السبب في عزوفك أنت عن تغيير واقعك لا إنما أنت السبب وأنا السبب إن كنت راضيا بواقعي كما هو ولا أسعى للتغيير إن السلوكيات التي نسلكها حيال أمور التي تحصل من حولنا هي السبب الرئيس في بقائنا في مشكلاتنا ولا نخرج منها تسعون بالمئة من الأسباب المؤدية إلى بقائنا على ما نحن عليه هو سلوكنا وعشر بالمئة فقط هو نتيجة مؤثرات خارجية إذن شكرا